موسيقى الشعور هو مزيج من الحب والفرح والفخر وأيضاً بشعور بإنجاز مرحل من المراحل التي كان مطلوبة هو نجاح طبعاً لا يعود لشخص محدد أفتقد أن يكون رئيس جامعة لكن هو نجاح لكل التيم وكل الفريق العمل حقيقة أساتذة والمدرسين وعاملين والنجاح الأول هو للطلاب اللي اجتهدوا وهذه كما قلت في الكلمة هي ظرف خاص يعني نحن زي ما نقول لحنا طلاب تخرجوا بعد ست سنوات يعني عاشوا كل الأزمة وهم طلاب جامعة تحت كل الظروف الصعبة وأصروا على التعلم بمتابعة مسيرة التعلم الحقيقة أن هذه صفة يعني للشعب السوري الرائع هذا الوضع الحمد لله أنه نحن وصلنا لهذه المرحلة وأنه نجحنا هذا النجاح وعلمات الحمد لله معدلات كتير عالية ورفعنا رأس جامعتنا ورأس الدكاترا اللي علمونا أكيد بهذه هذا النجاح للعمادة اللي عناها عمادة لإدخال دكتور أسامة إبراهيم العميد الجديد دكتور مازن زيناتي للمشرفين العملي اللي كانوا معنا كل ياتهم لرفقاتي أكيد شعور فخر كبير ببلدنا وأنه الكل مستمر ولساتنا عم نقدم كل شي يعني منقدر نقدمه فرحانين كتير أكيد شعور ما بين وصف منشكر جامعتنا اللي قدمتنا كل شي بتقدر تقدمه وأهالينا اللي وقفوا معنا بكل هذه الظروف الصعبة ورغم هيك نحنا أنه قدرنا نتابع ونكمل مسيرتنا العلمية والحمد لله على كل شي يعني مرينا فيه بيهدي أول شي لوالدتي هي اللي دعمتني بإني بلج طبي أنا عمري 26 سنة وكانت أول طبيبة في حياتي وأول مريضة لإلي بيهديت الشيء الثاني لجامعتي أكيد لأنه كانت فعلا جامعة على قدر الإسم بيهديه لأهلي بيهديه لرفقاتي أكيد بيهديه للبلد بالنهاية لحنا لحنا طلاب بوقت حرب البلد اللي قدرت تخلينا نستمر ست سنوات بست سنوات دراسة رغم كل شي عن مصير تمت الجامعات مفتوحة تمت المشافية مفتوحة المعاهد تمت مفتوحة قدرت تتأمن لنا كل متطلبات العيش الكريم فبالتالي أكيد هذا أقل شي ممكن نعمل اشتركوا في القناة